بعد دخول حيزة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بشأن رفع العرقيل على المشاريع المجمدة مؤسسات وطنية عديدة تستفيد من رخص الاستغلال والعينة من ولاية باتنا صناعة تحويلية مؤسسة خاصة بإنتاج العصائر والمشروبات الثمرية تحول لفائدة مجمع اقتصاد عمومي تحت علامة مختلفة صناعة تقليدية أكثر من 445 ألف حرفي يدخلون عالم الرقمنا من خلال تعاملاتهم الفنية والتجارية والقطاع يخطو خطوات عملاقة نحو الاقتصاد الرقمي وأخيرا تتابعون فقرة ضيف البديل هذه العنوين سنفصل فيها بعد الجنيريك مباشرة انتظرونا سنعود اشتركوا في القناة البديل الاقتصادي أهلا بكم بعد الإجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية بشأن رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية المجمدة استفادت عدة مؤسسات من مرافقة فعلية لهياكل الدولة بمنحها أولا رخص الاستغلال التي تسمح بدخولها حيز الخدمة والعينة من مؤسسة خاصة تقع بواد شعيبة بولاية بتنع تنشط في مجال صناعة الأحذية للتذكير تسعى الجزائر من خلال مجمع جيتاكس لصناعة الجلود ومؤسسات خاصة لبحث هذه الصناعة الزميل محمد بولعراق زار مصنع خاصة بإنتاج الأحذية ومؤسسة أخرى بمنطقة باريكا خاصة بإنتاج اللحوم روبرتاج هذه مؤسسة خاصة تنتج بعض أنواع الأحذية بمنطقة ود الشعباء ولاية بتنع المؤسسة أنشئت في ملكية خاصة وبتمويل من صاحبها دخلت في الإنتاج بعدما جاء قرار رئيس الجمهورية برفع العراقيل على المشاريع المجمدة في السابق كان عندنا مشكلة بتاع رخصة الاستغلال وهذا لطول الإجراءات المدة التي تأخذها الإجراءات الإدارية والحمد لله بعد قرار سيد رئيس الجمهورية بمنح الرخص الاستغلال الاستثنائية كنا تحصلنا عليها هناك بعض التحفظات الإجراءات اللي يجب أن يكملوها إن شاء الله يوصلوا في المنوال هذا تع المرافقة وتع تسهيل لعدم وضع العراقيل اليوم المؤسسة توظف ما يقارب 300 عامل من مهندس تقني وعامل بسيط أغلبهم عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل مكلف هنا مع مجموعة من المهندسين بمراقبة جودة عمل وكفاءة عمل الماكينات نحن نديرو لهم في مراقبة يومية مراقبة دورية نديري لكومبوزنة هيدروليك ميكانيك سيستام أوتوماتيزم بنيوماتيك باش نحافظوا على الأكيد على جودة المنتوج رخصة الاستغلال ساهمت في هذه التوسيع التابعة للوحدة الأولى المستطمر يطالب بالمرافقة الإدارية فقط هنا راننا نوين إن شاء الله راننا ندخلوا منتوج جديد حذاء الرياضي لكان راننا في 300 عامل ممكن نوصلوا حتى الـ 600 عامل في هذه التوسيع هذه المطلب الواحد اللي نطلبوه هو أنه السلطات ترافقنا في الأمور الإدارية خاصة لباش نكملوا وندخلوا في الإنتاج مع التوسيع هذه هذه الشركة الخاصة بمدينة بريكة بوحداتها الأربع من بين أكبر الشركات على المستوى الولائي توظف ما يقارب ألفين عامل كان هناك إشكال في الإجراءات القانونية والإدارية بالنسبة للوحدتين وحدة الرسكلة ووحدة الألياف الاصطناعية المتمثلة في اللواط وبناء على تعليمة رئيس الجمهورية تم رفع القيود عليها للحصول على رخصة الاستغلال الاستثنائية والحمد لله تحصرنا على رخصة الاستغلال والآن العمال يباشرون العمل والشركة راح تنتج والحمد لله بفضل مرافقة السلطات نحن نرى في عملية التصدير حاليا توظف أكثر من أو أزيد من ألفين عامل حيث امتصت الحجم البطارة على المستوى وليت باتنا المؤسسة بعد أن استفادت من رخصة الاستغلال ورفعت عنها القيود الإدارية دخلت اليوم في مرحلة التصدير من بابه الواسع اليوم تم تصدير حاوية إلى تركيا وحاوية إلى فرنسا وتم برمجة غدا إن شاء الله ثلاث حاويات إلى تركيا أيضا عدنا حاويتين إلى لبنان والمنتوج تعنا في دول أوروبية أسيوية إفريقية كغانا والكوديفوار كمية الانتاج التي تنتج يوميا في وحدة الألياف الاصطناعية تقدر بحوالي 70 طن يوميا فيها 15 ألف طن تصدر سنويا وتعتبر بالقيمة المالية حوالي 17 مليون دولار 17 مليون دولار هي قيمة صادرات هذه الوحدة التي استفادت من قرار رفع القيود تم دراسة على مستوى ولاية باتنا 142 ميلف منهم 101 ميلف تم قبولهم وحوضيوا بشهادة الاستغلال هذه الشهادة التي مكنتهم من الدخول في العمل مباشرة من خلال ذلك كان الهدف المنشود هو خلق الثروة وخلق مناصب العمل وتصدير خارج المحروقات الشيء الذي لقناه في الميدان من خلال هذه المؤسسات التي رفعت عليها العراقيل ووصلنا في ما يخص التشغيل إلى 9200 منصب عمل جديد من خلال رفع العراقيل وكان الأهداف المسطرة على مستوى الولاية هي 10 ألاف منصب عمل وينتعدين الأهداف من خلال المناصب العمل الجديدة التي تم إنشاؤها من خلال رفع العراقي المؤسسات الخاصة بولاية باتنا حققت أرقام معتبرة في التصدير خارج المحروقات المؤسسات التي صدرت إلى الخارج أكثر من 40 مؤسسة والتعاملات كانت أكثر من 340 عملية وصلنا من خلال هذا المجهود إلى 27 مليون دولار أمريكي هذا في الفترة الممتدة من سبتمبر 2022 إلى اليوم تقوم اللجنة بالاجتماع بشكل دوري تقدر تقول أسبوعيا نقوم بالاجتماع لحل حالة هذه المشاكل التي تخبط فيها المستثمرين العملية راح مستمرة نستقبل في الملفات نتعى رخصة الاستغلال الاستثنائية طلبة الحصول على رخصة الاستغلال الاستثنائية بشكل يومي والحد الآن نحن على مستوى الأمنة نحن كمدرية صناعة من إنتاج الصيدلاني معدنا حتى الطلب راحوا في الانتظار صادرات الولاية متنوعة ما جعل هذه الولاية قطب صناعه بامتياز أما هذه المؤسسة فهي تابعة لمدابح الشرق استفادت بدورها من قرار رفع القيود وأشرف وزير الفلاحة على تدشينها قعدنا ست شهر وإحنا ننتظر في شاهات الاستغلال إلى حتى نجا السيد الولي أرفع لنا العرق الإدارية اللي كانت من قبل وسلمنا شاهات الاستغلال في زوج ستة 23 للدو في فغي ي دميل بنتقو شاهات الاستغلال سلمتنا نهار تدشين في المذبح من طرف السيد وزير الفلاحة برفقة السيد الولي وهي اليوم الممونة الرئيسي باللحوم للمؤسسات والهيئات والتجار بالولاية هذه العصائر بمختلف نكهاتها يكثر تناولها خاصة في فصل الحر ونتيجة لتطور الصناعة التحويلية في بلادنا نجد منها اليوم في السوق علامات عديدة ومختلفة علامة لمجمع خاص كانت رائدة في العصائر بذوق المشمش تم تحويلها لفائدة شركة اقتصادية عمومية المصنع حيث تنتج هذه المشروبات الثمرية حافظ على كل عماله وهو مجهز بأحدث العتاد والماكينات مع الإشارة أن المادة الأولية من فاكهة المشمش محلية مئة بالمئة يقول الزميل محمد ملعراق مجددا في هذا الربرتاج هذا مصنع انقاوس للعصائر والمصبرات 1979 هو تاريخ توطين المصنع تحت وصاية سوجيديا بعد سنة دخل في الإنتاج تحت غطاء مجمع آخر علامة انقاوس غنية عن التعريف تم استرجاع هذه المؤسسة اللي كانت في الأصل تابع المجمع خاص قامت بصالح ملك الدولة ورفقة المتصرف القضايا بإعادة جرد وتقييم هذه المنقولات والعقارات بموجب لائحة مساهمة مجلس مساهمة الدولة تم تحويل هذه المؤسسة لفائدة المجمع أغروديف اللي تابع الدولة وهذا اللي قام باستلام هذه المؤسسة ومباشرة الإجراءات الإدارية بتحويل السجل التجاري وكذلك التعيين المسير على مستوى المؤسسة ونحن في المرحلة الأخيرة بصد المرحلة الأخيرة بتسليم العقود لهذه المؤسسة أغروديف ليتحول الشكل القانوني إلى شركة اقتصادية عمومية فرع الشركة العمومية القابدة أغروديف المصنع ينتج المياه التمرية والمشروبات غير الكحولية والمصبرات وتحويل الفواكه هذه سلسلة إنتاج عصير المشمش في القارورات الزجاجية العملية تمر بمراحل تقنية لاستلام المنتوج النهائي السلسلة تحتوي على 28 عامل كل عامل المصب بتاعه الورشة الورشة الزجاج نبدأ بالقالة الغسل الغسل القارورات بعد قالة الغسل القارورات تذهب إلى قالة تعليم أي رمبليصاج رمبليصاج البوتاي بعدها تفوت على القالة البستارة اللي هي فاستوريزاتيون هذا النوع من الباستوريزاتير أو الموبستير يسميه نافق لأنه يمشي بنافق على عدة مراحل المرحلة الأولى اللي هي قبل البستارة ثم مرحلة البستارة وين تكون درجة الحرارة من 50 درجة 60 درجة ثم تروح حتى تصل إلى درجة 90 درجة وبعدها تعد العكس عملية بري رفرواتيسمو وبعدها عملية الرفرواتيسمو وين يبرد يبرد المنتوج وبعدها يخرج المنتوج جاهز المصنع يتكون من ثلاث وحدات ووحدة نقاوس الأم ووحدة منعة ووحدة خميس الخشنة الوحدة نقاوس قسمناها إلى أربع ورشات أساسية كان الورشة الأولى اللي هي ورشة البلاستيك فيها سلسلتين سلسلة سعة 33 سنتي لتر وسلسلة 2 لتر وفي خميس الخشنة عدنا ثاني البيوتين اللي هي البلاستيك كان سلسلة 1 لتر وسلسلة 1.5 لتر أما الورشة الثانية فهي ورشة الكمبي بلوك اللي هي الكارتون توجد بها ثلاث سلاسل سلسلة أولى اللي هي سلسلة التتسع لسعة 1 لتر وسلسلتين للي 20 سنتي لتر المشروبات الكارتونية في العلب تنتج إنتاج السنوي تقديري بـ 82 ألف طن سنوية أما بما يخص المشروبات الغازية البلاستيكية فتقدر بـ 90 ألف و 962 طن سنوية المجموعة بجميع الورشات هي 232 ألف طن و 687 هذا فيما يخص الورشتين الورشة الثالثة هي ورشة الزجاج الورشة الزجاج فيها أيضا مجموعة من السلاسل كان سلسلة 1 لتر وسلسلة 17.5 سنتي لتر وسلسلة 33 سنتي لتر بإنتاج سنوي يقدر بـ 23 ألف طن أما السلسلة الثالثة فهي سلسلة الحديد اللي هي العلب في الحديد العلب الحديدية اللي هي الكارنات تنتج ساعة 27 ألف و 141 طن سنوية المادة الأولية محلية بنسبة تفوق الستين من المئة يتزود بها المصنع عن طريق تجار ووسطاء من مختلف مناطق الإنتاج المادة الأولية يتم جلبها من طرف وسطاء من عند المنتجين مثل المشمش من منطقة قاوس منطقة ولاد سيدي سليمان منطقة منعة منطقة مسيلة ومنطقة الجلفة وبالخصوص مسعد يتم تحويل المشمش حوالي 4000 طن سنويا يتم تحويلها وتخزينها في حاوية بلاستيكية تسمى بالفرنسية أسيبتيك سستطيع التخزين لمدة سنتين 15 طن في الساعة وفي منعة 5 طن في الساعة في منعة تحول مباشرة إلى المربى المشمش أما في ناقوس فيقوم بتخزينه للعمل به طائرة العام ونقوم أيضا بتحويل مادة البرتقال إلى لباب بساعة حوالي 7000 إلى 9000 طن سنويا هرموا الإنتاج بالمصنع عرفت دبدبا وتراجعا في السنوات الأخيرة لكن رغم الأزمة الصحية العالمية والإشكال القانوني الذي مر به إلا أن المصنع حافظ على توازناته المالية ولم يسرح العمال إحنا رغم الجائحة ورغم التحول الذي طرأ على المؤسسة تم الحفاظ على جميع مناصب الشغل 865 عامل في ثلاث مركبات ولم تتأخر الأجرة كانت دائما في موعدها حتى في أزمة الكوفيد اللي مرت على كامل جزائر كان شوي ركود في المؤسسة ولكن لسا على الارتانة كانوا يمشيوا نرمال عادي الحمد لله إحنا المؤسسة أعطيناها الدفع اللازم ومشينا بالاحتياط اللي كان لازم نمشيه به ومشينا والحمد لله وتبدل النظام إحنا رانا نخدمه لها بس بنا إحنا اليوم نستدوى أن الشركة إن شاء الله تعود الأكتيفيت تاها وتعود ينطلق الاستثمار تاها إن شاء الله وللسلطات الولائية ظهورا في الحفاظ على هذا المكسب الاقتصادي الولاية باتنا وصلت إلى 700 طن من المشمش سنويا من خلال ذلك المصنع يعمل على خلق مناصب عمل وخلق ثروة رغم الظروف الصعبة التي مر بها هذا المصنع وبقينا محافظين على اليد العاملة الموجودة بالمصنع من جهة ومن جهة أخرى أيضا من أجل أن يبقى كتنفس من استقطاب اليد العاملة المحلية ويعمل على توزيع هذه المواد التي يتم تصنيعها وإنتاجها على مستوى المصنع إلى باقي ولاية الوطن المصنع على كبر حجمه وشساعة مساحته التي تفوق الهكتارين سيتدعم مستقبلاً بأربع سلاسي الانتاج تمكن من امتصاص فائض المشمش المنتوج الفلاحي الذي تشتهر به الولاية هذه التحف الفنية التي تجسد موروثاً ثقافي تعكس أهمية قطاع الصناعات التقليدية من الناحية الاقتصادية هذا القطاع الذي يحصي أكثر من 445 ألف حرفي أصبح يعتمد النشطون فيه على المنصة الإلكترونية قصد الترويج لمنتوجاتهم وذلك بغاية تسويقها داخلياً وخارجياً هذا ومن جهة أخرى قامت الوزارة الوصية بدورها بإطلاق منصة إلكترونية تسهل عمل الحرفيين من جهة والتعريف بمنتجاتهم من جهة أخرى تقول الزميلة ناوالسويلح التي زارت أحد معارض صناعات تقليدية الذي نظم مؤخراً بالعاصمة تابعوا معنا قطاع الصناعات التقليدية في الجزائر يصنف ضمن القطاعات الاقتصادية ويشمل عدة نشاطات قطاع الصناعات التقليدية والحرف فيه ثلث مجالات المجال الأول هو صناعات التقليدية الفنية والمجال الثالث هو كل ما هو إنتاج في الحرف وكذلك المجال الثالث هو كل ما هو خدمات تقدم على شكل حرف للمستهلك نخدم لبسات تقليدية من ناس كوموندي يسمى كل واحد على حسب كي نصدر العرائس نخدم لبسات ثانية صديرة نحن الأكدين عليها أكثر هي المنتوج تعدون يعني القفة التقليدية واستبداء القفة التقليدية بالكيس بلاستيكي وكالمحافظة على البيئة وكذلك يعني كما نقول القفة التقليدية هي سطرة والحرفين نحن عنا في أولاية تشلف حنا عدنا عائلات أكبر بلدية على المستوى الوطن هي أولاد من عبدالقادر مسينا هم عائلات يخدمون الطفل الأخ والأخ والأب يعني يخدمون المنتوج نخدم نحتة أل الخشب نخدمونه بليدنا يموارثين في جدود الجددنا كان باب يخدم أخي ويخدم نخدم كوشكما هذك سنة دي نخدم سنوات إضافة إلى عدد الحرفيين الذي يفوق أربعة مائة حرفي قطاع الصناعة التقليدية يوظف أكثر من مليون عامل نعلم البنات نجيب من الصنطرة عندنا بنات تاني جيران عندنا بنات ما يخرجوش من الدار عندنا ما كيثت في البيت عندنا صاف يجيوا عندنا يتعلموا ويديوا الدبلوم وهو مثلا يروح ومثلا يفتحوا على رواحهم إن شاء الله أغلب الصناعات التقليدية تعتمد على المواد الأولية الموجودة في الطبيعة إلا أن بعض الحرفيين يجدون صعوبة في اقتنائها لما تير برميار لدينا موجودة لدينا ثروة طبيعية هائلة لدينا مكنش يد المساعدة لكي نكسبوها نحن نجمنا شوية تدعيم الدولة تدعيمين معنوين ما هو مدين معنوين سهلونا الأمور نتصلوا بهم يسمعونا يصغونا نحن نشاركنا في المعرض هذا ليس على البيع نحن نطلب غالب الإنتاج نحن نشاركنا في المعرض على الالي كونتاكت على لكي نتصلوا بصعافين ومسؤولين بي يسمعونا تسويق المنتوج أصبح أقل صعوبة مقارنة بالسنوات الماضية بفضل التسويق الإلكتروني هذا ما تعمل عليه دائرتنا الوزارية من خلال إطلاق منصة تسمى أنام الماركة التي تعمل على الترويج والتسويق الإلكتروني على المستوى الوطني وحتى على المستوى الخارجي هناك كذلك شراكة ما بين غرفة الصناعة التقليدية والحرف وكذلك الغرفة الوطنية الصناعة التقليدية والحرف وكذلك عدد من المؤسسات الناشئة التي تعمل على الترويج وتسويق منتجات صناعة تقليدية داخل وخارج الوطن المنصة الإلكترونية سهلة لنا يسل تسويق المنتوج عبر الإنترنت عبر الإنترنت الناس تصل بنا حتى من الخارج تصل بنا من الوطن ونسوقه بالإرسال البضائع عبر الشحينات عبر السيارات منصة الإلكترونيات العبدور كبير بس كل الناس دركوا تتواصلوا على التاريقة الإلكترونية هكا يمشيوا لي بخوا جوي قبل لك ما كانش عندنا تتواصل هذا كل ما تتخدمش لي فوار ما يعرفوكش الناس عندك محل ما يجيوكش بقه هونتك دركوا عادوا عندنا الانستاغام وعندنا الفيسبوك بلغة الأرقام قطاع الصناعة التقليدية يساهم في الدخل الخام الوطني بما يقارب 350 مليار دينار جزائري وكذلك جلب القيمة المضافة هذه الأرقام تؤكد على أن قطاع الصناعة التقليدية يساهم بصفة فعالة في النشاط الاقتصادي هذا قدم قطاع الصناعة التقليدية للاقتصاد الوطني كذلك الدولة ترافق الحرفيين وترافق أصحاب المشاريع في مجال الحرف لإنشاء مؤسسات للصناعة التقليدية تعمل على ترقية نشاطات الصناعة التقليدية وكذلك تكثيف النسيج الحرفي للتنمية المحلية إضافة إلى كون هذا القطاع يساهم في التنمية المحلية فهو يروج من جهة إلى السياحة الداخلية ندعوكم فيما يلي مشاهدنا إلى فقرة ضيف البديل الحديث فيها سيكون حول ما تشهده الجزائر على غرار دول العالم برمتها في مجال الذكاء الاصطناعي كتأسيس مدرسة وطنية عليا وإنشاء مجلس علمي حول الاستراتيجية التي تعتمدها الجزائر للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لترقية الحوكمة وتطوير الاقتصاد الوطني أكثر تفاصيل في هذا الحوار الذي أجره الزميل محمد عمراني مع ضيفه في سنة 2021 تم إنشاء المدرسة الوطنية العولية للذكاء الاصطناعي بموجب مورسوم رئاسي وأعتقد أنه كانت نقطة تحول لأن إنشاء هذه المدرسة أعطى دفع كبير لذكاء الاصطناعي حيث أصبح يستقفى بإهتمام عدد كبير من الطلباء عدد كبير من الأساتذاء الباحثين وكذلك أيضا الشركات التي تعمل في القطاع الاقتصادي والاجتماعي حيث أصبح تهتم بذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن يساعدها ذكاء الاصطناعي من أجل تطوير قدراتها الفرصة هذه أنه الثورة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي التوليدي وتشتجي بيتي تقريبا نقدر نقول أنها تفاجئ نوعا المال عن بأسره إذن نقدر نقول أن التأخر الذي ممكن نحن نعاني منه في بعض المجالات ممكن الآن نحن على مستوى واحد يعني ممكن نبدأ مع ما يكون ما هو في العالم ونستغل العنصر البشري الموجود على مستوى الجزائر خاصة ودارس النخبة النتائج ينتظر أنها تكون أكثر عندما يتخرج يعني على الأقل الدفعة الأولى والدفعة التي تليها ويكون لدينا يعني عنصر البشري مؤهل في ذكاء الاصطناعي العنصر البشري إذن هناك يعني طالبة النخبة لهم متحصلين على معدلات عالية نجاباء في البكالوريا في هذه الإطارات ممكن أنها تكون بإنشاء شركات اقتصادية شركات ناشئة أو مصغرة أو ما يليه ممكن أنها تحصل على مناصب عمل قيادية المجلس العلمي لذكاء الاصطناعي هو هيئة استشارية يعني هيئة استشارية لدى وزارتين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا وزارة اقتصاد المعرفة المؤسسة الناشئة والمؤسسة المصغرة من بين المهام التي أوكدت لهذا المجلس العلمي هو أنه يقوم فيما يخص التعليم والتكوين وكذا البحث العلمي اقتراح يعني تكوينات المصادقة على تكوينات كيف نقوم بتكوين الطلبة والبحث في مجالات الذكاء الاصطناعي وكذا يمكن أن تكل إليه أي مهام تتعلق بإبداء الرأي في مشاريع على مستوى أكبر وكذا أيضا هذا المجلس يضم أساتذة باحثين من جميعات من داخل الوطن وخارج الوطن أساتذة يعني كفاء يعني عندهم سمعة يعني عالية جدا على المستوى العالمي يضم أيضا خبراء من القطاع الاقتصادي يضم أيضا باحثين عاملين على مستوى الشركات الاقتصادية الكبرى في خارج الوطن وكذا أيضا يضم مسيرين مسيرين لمدارس عليا وإطارات بالوزارة من أجل العمل سويا عندما لا تكون هناك البيانات يكون هناك ذكاء الإصطناعي نستطيع نفهم إمكانياتنا نستطيع أنه في الحقيقة يعني ممكن أن نقول ذكاء الإصطناعي هناك قسمين من ذكاء الإصطناعي هناك الذكاء الإصطناعي الذي يسمح لنا بالتنبؤ بالتنبؤ بالمستقبل يعني نوعا ما هذا علم هذا التنبؤ يسمح لنا باتخاذ القرار المناسب بحيث أننا عندنا البيانات ونستطيع أن نعلم كيف نستغل الأمثل باستعمال ذكاء الاصطناعي هناك أيضا الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل HGPT وكل ما هو في ذلك المجال من الذكاء الاصطناعي الذي أيضا سيسمح بربح الوقت وتحسين الآداء وهذا ما يكون عليه إلا فائدة كبيرة فيما يخص الحوكمة أو الاقتصاد يجب علينا توفر مراكز بيانات مراكز بيانات من المستوى العالي في الجزائر لأن من أجل الأمن يجب أن يكون هذه مراكز بيانات متواجدة في الجزائر وربط هذه المراكز البيانات بجميع الشركات أو الجامعات وكل القطاعات الأخرى رقم واحد ممكن رقم ثاني أعتقد بأنه هذا يكون فيها أيضا عنصر مهم هو الاعتماد على البرامج المفتوحة المصدر الآن نحن توفر هذه البرامج مفتوحة المصدر يجب علينا أن يكون لك مراكز بيانات تحميل هذه البرامج المفتوحة المصدر وتثبيتها والاشتغال عليها وتكييفها من أجل الواقع الجزائري إذن البرامج مفتوحة المصدر الاستغلال الوضع الآن لأنها متوفرة وكذلك مراكز البيانات ذكال إصطناعي بدون مراكز بيانات لا يمكن أن يكون هناك ولوج آمن وآني لذكال إصطناعي إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام عدد اليوم من البديل الاقتصادي نلقاكم بخير وعافية بعد أسبوعين من الآن كونوا معنا في أمان الله اشتركوا في القناة